مشيت عشان تبا كتش عاجبك حاجات من الأول خاص لأ مشيت عشان مش عاجب من الحاجات لأ أنا بقولك كان في حاجات معوقات في البداية اختيار اللعيبة كان من اختيار النادي طبعا النادي ام بيجيب لعيبة كويسة وبيختار لعيبة كويسة لكن كل مدرب ليه فكره وانا لما اتكلمت معهم قلت لأ انا عايز اجيب اللعبة اللي تناسبنا انا تناسب اسلوب لعبي فكان النادي جايب قبل ما ناجي جايب عشان لعيبة وخلاص تعقد معهم وجي الفترة التانية جاب لعيبة تانية في لعيبة انا اصريت ان هي تيجي وممكن لعيب اللي اصريت ان هو يجي رفيق كابو ورفيق كابو زي ما انت شايف واحد من افضل اللعبين لما يكون افضل في الدور المصر كله ومن هدفين الدوري وما كانش حد يعني في حساباته رفيق خالص وخاصة انه كان بلعب درجة تانية كمان مع ودي دجلة وصممت ان هو يجي واصريت ان اللاعب ده انا عايزه لانه اسلوبه هيتنسب معي والحمد الله جي ونجح مع الفريق وطبعا انت اللعبة التانية بتتكلم في 18 لعب كتير فيهم حوالي 5 لعبة درجة تانية منهم لعبة لعبهم معي ممكن اعطعك اه اتفضن عليش انت راجل عنيت مع فرق كتير تمام ودائما كنت تستلم المهمة في الاواخر عشان مهمة انقاذ دائما يتقال كده كابو زي ما تكش في مهمة انقاذ فريق فلاني دلوقتي تمستلم فرقة من اول الموسم ليه ما اشتردتش وليه ما صممتش يا جماعة العيبة اللي هتخش انا اللي اخترها يا جماعة العيبة اللي تجاب انا اللي هجبها انا مش عايزة تحط تاني في نفس المعادلة اللي انا كنت دايما بخشها العيبة انا ما اخترهاش ليه بلت او استحملت انك تخش نفس المعادلة مرة اخر بصها يا كريم اه اكون صريح معاك اه يعني ادي امي من الاندية كبيرة و اه انا توقعت ان الامور ايما انا عايز اللي انا عايز انفزه مع فرقة و اعمل بها نتائج بالتالي انا عايز اللي اتناسبني هما كانوا جايبين عشر لعيبة ووقت الدوري كان وقت داية جدا فت اعداد و لما دخلت مع الفريق كانوا في تفاوضات مع لعيبة لعيبة كويسة لكن انا كنت بماني نفس ان انا اجيب لعيبة بمواصفات معينة فنادي ليه وجهة نظر انه هو الفترة اللي قابلي مع مدرب من المدربين مدرب كبير ده كلام اللي تقال من رئيس النادي مانك حوش في النادي والمدرب ما كانش وفاقه معهم فمش معنى ان انت الاختيار المدرب مثلا لقابلي يبقى انا ما تدنيش الحق ان انا اجيب لعيبة بتاعتي فبالتالي الكلام ده كان واحنا شغالين لدرجة ان انا كنت خلاص فاضل على الدوري كام يوم وكان لسه في حوالي تم اللعبها مجوش جنب في اخر يوم اللي هو منهم رفيق كابو ايريك وعبد العاطي والكريم الطيب جنب في الاخر مع بعض اللعيبة اللي دخلت برضو كانت موجودة ما عندهاش خبرات قابليها في مجموعة لعيبة كانت صغيرة عايزة وقت يعني من 18 دول 18 اللعب في مراكز او في لعيبة محتاجة وقت مش هينفع السنة دي تبقى يعني تلعب اساسي مع الفريق فطبع الحاجات دي انا قلتها قلت لهم انا مش عايز اللعيبة يعني انا عايز اختار اللعيبة بتاعتي فحصل يعني ما ان النادي جاب بعض اللعيبة ودي انا بعاتي بنفس عليها لان مش عاملها تاني لان ساعات انت بتحسب على فاتورة مش بتاعتك ساعات انت بتعمل حاجات فانت في انبي حسبت على فاتورة مش بتاعتك اه بالزبط بالزبط يعني اه مش يعني انا كنت لاجي جبت لعيب خاصة ان انا جبت لعيب واحد النهاردة هو نجمل فرقة يعني والحمد لله يمكن بيتقال علي ان انا عناية كويسة في اللعيبة ساعات فانا جبت لك لعيب النهاردة هو نجمل نجمل الاول بتاع الفريق يعني هداف الفريق كل ماتش بيسجلك فما خدش المساح ان انا اجيبي اللعيبة اللي انا عايزة اه كان ناس بياخدوا رأيي الامانة عشان برضو ما نظلمهمش اه بس كنت بامن النفس في لعيبة اه كنت بقول على لعيبة بس اللعيبة دي ما كانش يبتيجي اه لو كان بيحط لك ثلاث خيارات فانت بتقول واحد اثنين انا عايزهم والثالث ده يعني ممكن يماشي فيجيب لك الثالث فانا مش عايز يعني اتكلم طبعا يعني برضو اللعبة اللي جات اللعبة كويسة وبعدين دي مش برضو المشكلة يعني انا بدأت مع امبي اه ورغم كل الزوب دي انت مشيت كويس اه طبعا مشيت اعتبر كويس يعني معلش انت بتتكلم في فرقة ما تغير جلدها بالكامل الفرقة كانت بتعتمد على ابوك ومصطفى شلبي طب لما انت مشيت بقى قالوا لك انت ماشي ليه لا مش شرط انا مش مستني انهم يقولولي لا يعني مش بقعد مع المداري بقوله والله احنا الظروف بتاعت الفريق النتائج اواصل بسان لا اكيد بص اكيد النتائج طبعا يعني انا في الاخر كان عندي مبارتين كنت كسبت البنك الاهلي وبعديها لعبت حرس الحدود الفريق كان في ما كانش في يوم وفي اليوم ده في حرس الحدود ومع ذلك كنا قارب المكسب اتعدلنا فبرضو يعني انت مجمع من ماتشين اربعة اربع نقاط اربع نقاط كويسين في مبارتين لفريق امبي دخلت بعدها بلعب المقولين العرب فرقة محترمة جدا بدأت المباراة في اول ربع ساعة انا جايب جونين في المقولين وجايب جون ملغي وجايب كورتين في العرضة عامل جيم يعني وان سايد جيم فطبعا انت كسباني 2-0 جاي اول كورنا للمقولين تقريبا من كرة سابتة جات جون من خطأ مش عايز اقول اخطأ مين لكن هي اخطأ فردية جاي فاول نفس الخطأ فردي من لاعب الجيم فدل ماشي كده وجيم ماشي 2-2 في اخر المباراة جالهم فاول برا 18 من عالجام العيب طلع ضرب الكورة بالبوكس في سابقة يعني غريبة برضو خطأ فردي فالتلات اخطأ فردية من تلات كور سابتة ولكن الجيم احنا كنا عاملين جيم كبير جدا تبدأ يعني انا بادئ على فرق معظم الفرق مسجل فيها انا مسجل في المسألة في البنك اللي هي لتلات اهداف في اول 17 دقيقة مسجل في المقولين اتصدمت بعديها بمبارات الاسماعيلي على ملعبنا في اول تقريبا تلات دقيقة اللي اسماعيلي جاب جون يعني المباراة كلها بقت في اتجاه الاسماعيلي وان صايا الجيم لينا ضيعنا كتير اتطرد مني العيب تحسب عليها بلين جبنا جون يعني هما تحسب بلين جابوه النتيجة طلعت اتنين واحد مش عايز اقول كمان ان كان في اليوم ده كان فيه تأثير مش عايز اتكلم في التحكيم بس يعني كان تعب زروف الاسماعيلي فبس دي كانت اخر مباراة لي